دكتور خلينا برضو ندخل في تفاصيل طيبة سات واحد أكتر سمعنا كتير وقرينا أن هذا القمر يعني هيتمل استعانة به في مثلا قطاع البترول والطاقة في مصر فإزاي؟ هو طبعا هي النقطة الأساسية اللي هو بيخدمها أنه بيوفر خدمات تحديد مواقع انترنت اتصالات دي أول جزئية دي الخدمة الأساسية في كل مصر تمام فمين بقى اللي هيستفاد بالموجود هذه الخدمات؟ اللي هيستفاد بالموجودة هذه الخدمات تقريبا يعني كل الجهات المعنية بأنها تشتغل في أماكن أية في مصر يعني ليه البترول مثلا والتعدين لأن البترول يعادة في أماكن معظمها مش وصل لها صح ويمكن ده يخليني برضو كده أفهم أنه هيتم استخدامه في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب عشان هنقدر نوصل لأي حتة من خلال الاتصالات اللي هو هيوفرها أو الكافر بتاع الانترنت صحيح كده؟ طيب يعني بشكل رسمي هل هذا القمر هيساعد في خدمة الانترنت في مصر؟ هو طبعا زيادة السرعة بقى والخدمات اللي إحنا دايما بنسمع مشاكلها؟ ما هو حضرتك يعني إلا أنا متخيله أنه هيبقى فيه خدمات الانترنت عن طريق الأمر صناعي؟ يتم توفر تصدي هتبقى دي خدمة مستقلة عن خدمات الانترنت الأرضي طيب يمكن داي خليني أسأل حضرتك إيه هيبقى الخدمات الرقمية؟ اللي هو المفروض أن الأمر هيوفرها؟ ما هو أنا زي قلت لحضرتك هو يعني أمر الاتصالات عادة بتوفر أكسس أو الوصول للإنترنت تمام ويه خدمات الاتصالات نفسها يعني عن طريق يعني فيه تلفونات اللي هي بتبقى عن طريق الأمر الصناعي ويه كمان خدمات تحديد الموقع فدول يعني المجموعة دي بتبقى عادة مع بعض صحيح يمكن إحنا الفترة دي بقىنا يمكن أكتر من سنة وإحنا لسه حالا بقىنا ما فيش دقيق نتكلم على الاستثمار في أفريقيا والدول الأفريقية وبنحاول دايما نقدم مساعدات ودعم بمختلف الأشكال هل ممكن هذا القمر يصل إلى الدول الأفريقية زي ما احنا عارفين المفروض أن ده هيحصل بعض الدول النمية وبعض الدول في أسيا وبعض الدول في أفريقيا ده صحيح؟ هو طبعا على حسب موقع الأمر ومساحة التغطية بتاعته في حدود فهمي أنه هو هيغطي مساحة كبيرة من الدول الأفريقية يعني هو ممكن يسهم فعلا في مجال اتصالات في أفريقيا؟ بكل تأكيد لأنه طبعا في أفريقيا بالذات فيه نقطة ضعفة بتتحول أحيانا من نقطة قوة أنه هو البنية التحتية بتاعت شبكات الأرضية ضعيفة صحيح فأفريقيا جات متأخر للاتصالات يعني بنسبيا بالنسبة لبقية القارات فبالنسبة لها الأقمار الصناعية هي بقى أحسن بكتير من أنهم مرسل شبكي فهو أحيانا بيبقى أنت حظك أن أنت تتأخر أنت اتأخرت فبدل ما تبني الشبكة البنية التحتية اللي هي شبكات أرضية مكلفة جدا فبيبقى قدامك أن أنت تلاقي طريقة لدخول على الإنترنت والاتصالات سهولة جدا واستخدام أمار صناعي في رأي حضرتك لين هل يختار وقع على شركتين أو شركات الفرنسية Airbus وألينة هو طبعا إيه طالس ألينة هي فرنساوي إيطالي مشترك وهي Airbus Group مهيش شركة فرنسية بحثة هي شركة أوروبية أوكي يعني هما شركتين مش فرنسيتين بس هو المجال بتاع الفضاء والطيران في أوروبا يعني فيه التحام قوي ما بين الدول الأوروبية لأن طبعا ما فيش دولة لوحدها حتى من دول الأوروبية تقدر يعني توصل لحد الأدنى من القدرات لوحدها فالتعاون الأوروبي في الموضوع دوما أساسي وإيرباس جروب هي مشهورة هي القائد لأنها بتعمل طيارات بتعمل أنظمة دفاعية ويبتعمل أمر صنعي العمر الإفتراضي بتاع الأمر بيبقى حوالي الأفريج بتاعه قد إيه وبعد ما بيخلص إيه اللي بيحصل أمر طيبة 6 اللي أنا فاهمه أن يعني عمره هيكون في حدود 15 سنة الكلام ده مش معناه أنه بالضرورة بعد 15 سنة ينتهي ده بيبقى عادة تأدير محافظ إحنا دائما في هندسة يعني بنعمل حاجة وبنقول أنها تشتغل على حد الأدنى اللي إحنا نقدر نضمنه يعني مش بنبالغ فيه توقعاتنا بعد طبعا ما بينهي مدة خدمته هو فيه طريقتين للتعامل مع أمر صناعية أمر صناعية زي ما كنت أكلم حررتك في البداية أنواعه ففيه أأمار مثلا ودي منتشرة جدا لبقتي حتى لخدمات الإنترنت أن الناس يعني فيه شركات خاصة في أمريكا وأعتقد قريب في أوروبا وأدى متخلل أسيا برضا هتخش في موضوع ده أن بتبقى شركة خاصة بتعمل سلسلة من الأأمار الصناعية بتطير على ارتفاع منخفض نسبيا وتتكلم مع الأرض وتتكلم بينها وبين نفسها بحيث أنها تنقل خدمة الإنترنت عن طريق الأأمار الصناعي بس مش باستخدام أمار صناعية لها بتطير على ارتفاع كبيرة نسبات بعيدة نحن بالنسبة لنا الأمر بتاعنا أمر تقليلي من أمار الاتصالات اللي هي بتطير على ارتفاع كبيرة جدا اللي هو بسموه مدار متزامن مع الأرض بحيث أن يعني دايما الأمر بيلف بنفس سرعة الأرض بحيث أن النقطة اللي بصص عليها على الأرض دايما ثابتة لأنه بيخدم منطقة محددة محددة تمام فالأمار دايما الأمار اللي على ارتفاعات منخفضة دايما فيه اشتراض دلوقتي المجتمع الدولي إن في نهاية عمر الأمر لازم تنزل بيه لارتفاع قليل كفاية بحيث أن هو يبتدي يحتك بالغلاف الجوي احتكه بالغلاف الجوي ده بيخليه يقرب للأرض شوية بشوية لحد ما في الآخر بينزل ويتحرق في المجال الجوي بتاع الغلاف الجوي بتاع الارتفاع تمام ترجمة نانسي قنقر